الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمًا متلازمين إلى يوم الدين أما بعد بر الوالدين طريقك إلى الجنة أخاطب أبناءنا وأخاطب شبابنا وأخاطب إخواننا ممن رزقهم الله تبارك وتعالى الأبناء وما زال آباءهم على قيد الحياة أقول لهم جميعًا طريقك إلى الجنة وسعادتك وتوفيقك ونجاتك وخلاصك في حياتك وفي دنياك في رضا أبويك رضا أبويك هو رضا ربك وصخة أبويك هو صخة ربك كما بيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا ربنا جلّت قدرته في كتابه العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض اللهما جناحة ذلّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرة أيها المسكين الذي لا يبرّ أبويه أيها الضائع الذي عقّى والديه أيها الحزين أيها المكسور أيها الضائع أيها التعييس في هذه الحياة أيها الشقي في دنياك وفي أخرات يا من لم تبر أباك في دنياك حتى يرضى الله عنك أقول لك أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم برّ الأبوين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة بوقتها أي الأعمال أحب إلى الله العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى أحب أعمالك إلى ربك الصلاة بوقتها قالوا ثم ماذا قال برّ الأبوين قالوا ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم برّ الأبوين على الجهاد في سبيل الله بل لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ترك أبويه يبكيان فأمرهم نبي الهمام أن يعود إلى أبويه وأمره أن يضحكهما كما أبكاهما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الجهاد وإنما بيّن له أن جهاده الحق أن يعود أن يرجع مرة ثانية يترك المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أبويه يسترضيهما يضحكهما كما أبكاهما كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاءه آخر يستأذنه للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أحي والديك؟ قال نعم يا رسول الله قال ففيهما فجاهد في أبويك فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبرك لأبويك طريقك إلى رضا ربك برك لأبويك طريقك إلى الجمنة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجمنة إن شئت فأمسك وإن شئت فضيع هذا الباب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا أن الجمنة تكون تحت أقدام الأمهات كما يأتي بيانه عن سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم أما رأيت جريت العابد الذي أخبرنا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عاقبه الله في حال دنيا لا لأنه كان عاقا لأمه ولا لأنه كان مقصرا في بر أمه وإنما عاقبه الله جلت قدرته أشد ما تكون العقوبة لأنه تمهل أو استبطأ في إجابته لنداء أمه لمجرد أنه تمهل أو استبطأ وازن بين صلاته لربه وبين إجابته لنداء أمه كان العقاب عليه نازلا من الله أن ينظر إلى وجوه الممسات كما دعت عليه أمه جاءت أم جريت هذا العابد الذي كان يعبد ربه في صومعته يتقرب إلى الله اعتزل الناس لم يخالط البشر وإنما كان خالصا لرب البشر يعبد الله جلت قدرته وتأتي إليه أمه تناديه وهو في صلاته بين يدي الله وهو في صلاته فقد استحضر هيبط الله وهو في صلاته خاشعا بين يدي الله تناديه أمه قائلة يا جريت فيقول يا رب أمي وصلاة يا رب أمي وصلاة هو تنازعه نفسه وكأنه وكأنه يقول يا رب ماذا أفعل هل أظل بين يديك في الصلاة أم أتركك وأذهب إلى أمي فكانت نفسه أخبرته ولذته ومتعته أن كان واقفا بين يدي الله فلم يلتفت إلى أمه وظل في الصلاة فذهبت أمه وأتت إليه في اليوم الثاني وهو في صلاته أيضا فنادته قائلة يا جريت فعادت نفسه تنازعه يا رب أمي وصلاة يا رب أمي وصلاة فأقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه ثم اتركته أمه وانصرفت ثم أتت إليه في اليوم الثالث فقالت يا جريت فقال يا رب أمي وصلاة فأقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه فقالت أمه وهي غاضبة اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات دعوة ذعت الأم على ولدها بها أن لا يمته الله حتى ينظر في وجوه الممسات وجلس بن إسرائيل يتحدثون يتعجبون يفتخرون بعبادة جريج لربه وكانت امرأة بغي تجلس فقالت لأفتننه لكم فذهبت إلى راعي غنم بعدما تعرضت إلى جريج لم يلتفت إليها ذهبت إلى راعي غنم فمكنت نفسها من الراعي فوقع الراعي عليها فحملت من الراعي فلما أن وضعت واستتم حملها أتت بجنينها إلى بني إسرائيل قالوا من أين أنت لا زوج لك لا بعل لك من أين قالت من جريج هذا الصبي الذي تحمله بين يديها أبوه جريج وما هو بأبيه فذهب بني إسرائيل إلى جريج إلى صومعته فهدموها هدموا صومعته وضربوه وأهانوه ضرب جريج وهدمت صومعته هدم بيته وأهين سبوه بعدما قذفوه بسبب دعوة أمه عليه لا لأنه كان عاقا لأمه ما كان عاقا لأمه وإنما هو تمهل في إجابته لدعوة أمه هو تمهل أن كان وقفا بين يدي الله فقال أظل في الصلاة ولا أتركوا اللقوف بين يدي الله فأقف بين يدي أمه فلما دعت أمه عليه كانت النتيجة هدمت صومعته هدم بيته وضرب وأهين من البشر فلما قالوا ما بكم قالوا زنيت بهذه وهذا والدك من الزنا فضحك لما قالوا له زنيت بهذه المرأة ضحك قالوا ما يضحكك قال تذكرت دعوة أمي فذكر دعوة أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات هذه امرأة ضغي هذه امرأة مومس هي دعوة أمه رضوان الله عليه فما أماته الله حتى نظر في وجوه المومسات فقال دعوني فصل لربه ركعتين ثم وضع أصبعه على الصبي على بطن الصبي وقال له من أبوك؟ قال أبو الراعي وحينئذ أقبل عليه بني إسرائيل يقبلون يديه وقدميه ويقولون له إئذن لنا أن نبني لك صومعتك من ذهب قال لا بل أعيدوها من طين كما كانت الشاهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما دعت على ولدها لما استبطأ في إجابته في إجابته لنداء أمه استجاب الله دعوة أمه وعاقبه الله بأن أتيم بأمر الزنا وكان النظر إلى وجوه المومسات كما دعت عليه أمه لأمن دعوة الوالد على ولده لأمن دعوة الأم على ولدها دعوة لا تردوك كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيا من لا تبر أباك وأمك يا من عققت أباك وأمك يا من استقلبت غضب وسخط ربك لأن الجنة لا يدخلها عاق قضى ربك وحكم أن جنة أن رحمته في جنته لا يدخل الجنة بحال من الأحوال عاق لأبويه فيا من استقلبت غضب ربك عليك بعصيانك لأبويك وبعدم برك لأبيك وأمك أن تكون تحت قدميهما فثم الجنة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتطيق أن يغضب عليك ربك أتطيق أن يلعنك من في السماوات ومن في الأرض أتطيق أن تكون مطروضا من رحمة الله أتطيق أن تتنزل عليك لعنات الله أتطيق أن تستجلب عليك غضب ربك تبارك وتعالى من يطيق هذا؟ لكن أصحاب العقول الضالة الذين يغضبون آباءهم ويغضبون أمهاتهم يفعلون ذلك وهم لا يعون معنا اقتصال من إسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته لو سمحت يا سيخ أنا دعاني بقالي فترة من خوف كده وبدأ خايفة ومتوترة وعايزي حاجة للوسوات اللي هو بيوسس لنا بتعبانة ومش تعبانة وأي دكتور أروح أقول أنت عايزة أتروح لدكتور نفسي أنا عايزة أعرف إيه الحال إن أنا أطلع الوسوات من دماغي ومش عايزة أروح لدكتور نفسي تمام تمام أجاوب حضرتك مسألة الوسوات القهري الإنسان يكون خائف لأدفه الأسباب أو خائف بدون سبب يتملكه أمر الخوف هذا يسمى بالوسوات القهري دائما وعبدا خائف مضطرب بدون سبب دا لح علاجين علاج عند الطبيب النفسي وعلاج عندك إنت الأول اللي هو عندك إنت إن الإنسان يكون عنده ثقة في النفس وعنده يقين في ربه تبارك وتعالى يكون عنده يقين داخلي أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله لن يصيبني مكروه إلا بأمر الله لو أن الإنس والجم اجتمعوا جميعا في صعيد واحد على أن يضروك بشيء لن يستطيعوا لن تستطيع الإنس ولن تستطيع الجم ولو يجتمعوا جميعا في آن واحد على أن يضروك بشيء ما استطاعوا هذا الأمر يكون موجود عندك وأما الأمر الثاني فالإنسان يذهب إلى الطبيب النفسي من أجل أن يعالج نفسه معنا اتصال هاتفي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو يا شخص لو سمحت أنا عايز أسألك سؤال فضالي أه بقول لك وط التلفزيون وط التلفزيون محمد يا أمي حضرتك بس وط التلفزيون علشان خطر أنا أسمح حضرتك وط التلفزيون أه الفضالي أيوة ابني توصى يعني هو كان يعني كان يعني هو كان هقول لك يعني مش عارف هقول لك هو كان شائي الله يرحمه وكان وكان يعني بيضيقني كتير الله يرحمه الفضالي وبعدين أنا يعني عمل حاجة يعني عمل حاجة يعني مش عارفة أقول لك أي يعني فأنا دعت عليه آمين آه قلت يعني قلت يا رت لو مات ما كانش أعمل الحاجة دي فهو أنا من ساعتها ما شفتهش تاني توفى آه وانا وانا ندمانة ومش عارفة عملا دعيله بس برضو ومش عارفة يعني ربنا يعني أنا السبب ولا حاضر يومي حاضر يومي حاضر حاضر أجاوب حاضرتك حاضر شكرا يومي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن دعوة الوالد على ولده لا ترد الأم إذا دعت على ولدها هذه الدعوة لا ترد ونحن في سؤال أختنا وأمنا نستنهذ هذه الفرصة ونقول لكل أب ونقول لكل أم لا تدعو على أبنائكم الأم الأم لا تكون غاضبة على ابنها وتكون راضية عنه ولمجرد أنه قالت له افعل شيء وقد يكون هذا طفل صغير ولم يفعله تقول له يا رب تروح ما ترجع ابنها راح مشوار من غير ما يقول لها تقول يا رب ما ترجع هي لا تقصد ولكن أنت أم أنت أم ودعوة الأم على الوال على الولد مستجابة أنت أباء ودعوتك على ولدك على بنتك دعوتك مستجابة فلا تدعو على أبنائكم إلا بالخير وللخير وأما ما صنعته الأم أن دعت على ولدها أن كان بسبب عصيانه لربه أو خلافه فدعت عليه فتقبل الله منها دعوتها وقعتاه أجله وقعتاه أجله نقول للأم أولا إن ولدك ما مات ما يوم أن مات ولم ينقص من عمره شيء لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فولدك مات يوم أن مات ولم يطرق نفسا واحدا في حياته قد استكمل رزقه وقد استكمل أجله الله تبارك وتعالى يسبب الأسباب لعل السبب كان دعوتك أنت عليه ولكن إن كنت أنت قد دعوت عليه فلا وأنت الآن لا تدرين ماذا تصنعين لا تصنعي إلا أن تدعو لولدك بالمغفرة والرحمة كما دعوت عليه في الأولى فدعي له في الثانية بالمغفرة وبالرحمة والله تبارك وتعالى نسأله أن يربط على قلبك وأن يلهمك الصبر والصواب معنا أم محسن من الأكسر أم حسن من الأكسر أم حسن ألو؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا أرمل الست أولاد ربنا يبارك بي في يوم ربنا يبارك بي في يوم وربيت وشييت عليهم وقدمت عليهم في الزيوز وجوزت وكبير زي اللي بحث محسن يعني مفيش حتى في يوم يقول أروح أبصت على ألمي تمام يعني رغم أنه كان لدي أكثر واحد من أخواته كان مميز محام لا قولي تاني أكثر واحد كان مميز في الصفار أكثر واحد إيه؟ لا أعملت معها على أي شيء مين بقى؟ جووح حسنكيبية ابنك؟ اه تمام طبعا أنا فيهم بعد الفجر كده دايت علي قلت حسن الله ولنا نوكيل فيك وقد كانت الأمر الغاب ما فيه تمام جوزت حسن الله ولنا نوكيل فيك قلت حسن الله ولنا نوكيل فيك قلت 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 صحت وجه اللي أنا عملته فيه تمام ما حصل؟ قلت لكي بيجي إنسان يعني بيجي إنسان مدمن بلو؟ بيجي إنسان مدمن إنسان مدمن؟ اه تمام ما بيجيش عندي ولا يقول له رح بيستعلمني ولا تي ولا دي ولا دي أكلمهم في التلفون يعني طريقة كلامه في التفزن إن أنا أقلت هنا دي علي اه دي وجعها لي برضا إنسان غزل عني والله تمام طيب سؤالك إن أنت بتدي على ابنك صح؟ اه طيب شكراً أم شكراً أم شكراً أجاوب حضرتك أهلا حول ولا أكوة إلا بالله العظيم الأم الفاضلة تعبت على أبنائها أولاً نوجه رسالة لهذا الإبن العاق رسالة لإبنها بعدما نسأل الله تبارك وتعالى له الهداية ونسأل الله تبارك وتعالى له الصلاح ونسأل الله تبارك وتعالى له العودة إلى دينه وأن يكون باراً بأمه أقول له يا أخي كم سهرت عليك أمك من أجل أن تنام يا أخي كم تعبت عليك أمك من أجل أن تستريح كم جاعت من أجل أن تجبع كم شقيت من أجل أن تسعد كم أثرت نفسها عليك من أجل أن تراك رجلاً من أجل أن تراك شاباً من أجل أن تراك عنصراً نافعاً في المجتمع فبدل أن كنت أنت أملها في هذه الحياة تقابل هذا الجميل بالنكران تقابل هذا الإحسان بهذا الجحود منك أن تكون عاقل لأمك أن لا تكون تحت قدم أمك حتى ترزق الجنة كن تحت قدمها حتى ترزق الجنة فوالله لن تدخل جنة الله إلا إذا رضيت عليك أمك والله لن يرضى عليك ربك مدامت أمك سخطة عليك والله لن يغفر الله لك ذنبك وأمك تدعو عليك باللعنة تدعو عليك بالترضي من الرحمة فعد إلى ربك والجأ إلى أمك وانطرح بين قدميها استرضي أمك بأي طريقة كانت إن كنت لا تعمل وهي غاضبة عليك بأنك لا تعمل اعمل إن كنت أنت لا تصلي صلي هي ما غضبت عليك من أمر الدنيا والله لن تغضب عليك من أجل الدنيا وإنما تغضب عليك لأنك أنت فاسد لأنك أنت عنصر فاسد لأنها لا تحب أم تراك في هذا الموطن الذي أنت فيه فاسترضي أمك بأي طريقة إن كانت حب على أديها حب على رجليها افعل ما أي طريقة أي طريقة إن كانت من أجل أن تستجلب بها رضا أمك من أجل أن يرضى عليك ربك لأن المقابل ستتعصر عليك حياتك ستتعصر عليك حياتك والبر أو العقوق هو داي في رقبتك برك لأم عقوقك لأم داي في رقبتك يسدده عنك أبنائك إن كنت بأمك بار فأبنائك سيفعلون ما فعل وإن كنت لأمك عاق فأبناء فأبنائك هذا الدين يسدونه عنك فيك يكونوا عاقين لك ويفعلون ما فعلته وما صنعته بأمك فاستجلب رضا الله برضا أمك وأما أنت أيتها الأم الفاضلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبك وأن يلهمك الصبر وأن يلهمك الصواب وأقول لك لا تدع على ولد وإنما ادع الله تبارك وتعالى له بالهداية فالله يستجيب دعاء ادع الله تبارك وتعالى له بالهداية وإن ظل وإن ظل على ما هو عليه فأنا أقسم له بمن قرن عبادته بالإحسان إليك ليندم ولو بعده على ما صنعه لك نسأل الله أن يهدي أبناءنا وأن يهدي شبابنا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير نعود إلى حديثنا عن بر الآباء وبالمناسبة هذا الأخ الذي اتعد كثيرا عن دين الله بسبب عقوقه لأمه أقول له لقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يا أخي قارن حالك بحال هذا الرجل جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال له يا أمير المؤمنين لقد بلغ بأم الكبر أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها أن تقضي حاجتها إلا إذا كانت فوق ظهر ولادها معنا اتصال هديفي أستاذ محمد من القيرة لا أيوة أنا أحمد أيوة أستاذ أحمد أيوة السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته حضرتك أنا عندي أنا كنت في يعني من ساعة ما والدتي ولدتني وربتني وأنا ببرها شديد البر يعني تمام بس إيه بقى حضرتك كان آآ يعني في الآخر أياما كانت بتاعها بتحفظ القرآن وهي ست أمية يعني بتحفظه غايبا كده تمام عشان هي بتحب القرآن بشدة يعني كانت كل ما تسمع إزاعة القرآن تقول لي ما يا أحمد يا ابني ما شوفكش زي يعني نفسي أسمعك كده في إزاعة القرآن زي المشايخ دوك رغم إن أنا مش دراسات قرآنية اتحقت بالأظهر والاتحقه وعملت مجهود كبير قوي بس دلوقتي برضو بحاول أعدم في المسابات وكده بالبلاء مش عارف بالسبل مش مش يسترى معايا فقريت لو حضرتك حد من أهل الخير يعرف لي طريق مثلا وبعدين عايز آآ قالوا لي ممكن تعمل فيديوهات وكده والناس يتعبق بشطة فلو حد مثلا من أهل الخير يتبقى علي بالموبايل كويس كده وسجل القرآن يبقى عليك يزيل الشكر ربنا يبارك في حضرتك بس يا أستاذ محمد افضل افضل أخونا كل الشباب اللي عنده طموح أن يكون قارئ للقرآن أقول لك بداية لا تقرأ القرآن من أجل أن يقال أنك قارئ وإنما اقرأ القرآن من أجل أن تستقلب رضا ربك تبارك وتعالى أقول لك حبيبي كن واعيا كن واعيا وكن حازرا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم قارئ يقرأ القرآن يؤتى يوم القيامة فيقال له ماذا عملت فيقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته لأجلك فيقال كذب وإنما قرأت من أجل أن يقال قارئ وقد قيل فيأمر الله به فيسحب على وجهه إلى النار أسأل الله لي ولك الهداية أنا لا أشكك في نيتك ولكن ألفت نظرك إلى هذا الأمر اترك الأمر لله اترك الأمر لله اقرأ القرآن بأحكامه وبأدابه تعلم أحكام التلاوة وأداب التلاوة واقرأ القرآن بتدبر وبخشوع وإن كان صوتك فيه خشوع وفيه قبول فسيرزقك الله من حيث لا تحتسب وستجد وستجد من يتبنى أمرك إن كان صوتك إن كان صوتك توفرت فيه ما يريده السامعون لم تصل إلى قلبي إلا إذا كان قراءتك خاشعة وكان قصدك بقراءتك الله لم تقصد بقراءتك الدنيا ما خرج من القلب وصل إلى القلب وإن كان الإنسان يتغنى بالقرآن من أجل أن يقال فلان قارئ فهذا يؤتى يوم القيامة ويقال قد قيل ويؤمر الله به فيسحب على وديه إلى النار فاتق الله في قراءتك للقرآن واقرأ القرآن بتدبر وبخشوع واقرأه لله لا من أجل أن يقال قارئ ولا من أجل أن تأتي في الإزاعة ولا من أجل أن تكون على المكان الفلاني أو في مواضع التواصل الاجتماعي وإنما اقرأه لله وإن علم الله صدق نيتك الله تبارك وتعالى يوسر لك أسبابه وسيرزقك الله تبارك وتعالى ويعطيك ما تريد نعود إلى حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما أتاه الرجل فقال يا أمير المؤمنين إن أمي قد بلغ بها الكبر أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا إذا كان ظهري مطية لها تخيل هذا الأمر أم بلغت من الكبر عتية بلغت بها السنون وحدر حاجبه على عينيها وتقوست عظامها ولا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا إذا حملها ولدها على ظهرها فتقضي حاجتها وهي على ظهر ولدها بهذه الصورة يقول يا أمير المؤمنين ثم إني أقوم على شأنها يعني من أمر النظافة بعد أن تقضي حاجتها ولا أنظر إلى عورتها يا أمير المؤمنين أفتراني قد أديت حقها علي أو أمني قد كافأتها جازيتها بما صنعته لي وأنا صغير فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لا والله ما وفيتها حقها ولا بطلقة ولا بزفرش واحدة من زفرتها لأنك تفعل ذلك وأنت تتمنى زوالها وهي من قبل كانت تفعل ذلك وهي تتمنى بقاءة أما أنت اليوم تصنع ما تصنع وتنتظر اليوم الذي يرفع الله عنك فيه هذا الحمل الثقيل وإن كنت تفعل ذلك بطيب نفس ولكن تنتظر اليوم الذي يعافيك الله من هذه الأمور وأما هي كانت تفعل ذلك وتتمنى بقاءك كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فأمك أمك لها مكانة عظيمة لا يعلمها إلا الله إن أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول أتتني امرأة مسكينة تحمل ابنتيها لها طفلتين صغار تحملهم على كتفيها قالت أمنا عائشة فأعطيتها ثلاث تمرات فأخذت المرأة المسكينة فأعطت كل واحدة منهم طمرة معها بنتين وعائشة أعطتها ثلاث تمرات إذن هم ثلاث فأعطت كل واحدة من بناتها طمرة وأخذت الطمرة الثالثة فوضعتها في فمها تريد أن تأكلها فإذا بابنتها قد استعزبتها يعني استطعمتها الطمرة قالت عائشة رضوان الله عليها فشقت المرأة الطمرة النصفين وأعطت كل واحدة من بناتها نصف وأنا شهدة أنظر تقول فأعجبني ذلك عجبت عائشة أعجبها رحمتها رحمة الأم بأبنائها شفقة الأم حلو الأم على أبنائها تجوع من أجل أن تطعم أبنائها فلما أعجبها ذلك قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة إن الله قد أوجب لها الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه الرحمة التي ألقاها الله جلت قدرته في صدري وفي قلب هذه الأم فماذا تصنع من أجل أبنائها تجوع من أجل أن يشبعه الأب والأم يجوعان من أجل أن يشبع الأبناء تسهر من أجل أن تنام تشقى من أجل أن تسعد كل ما يريده الأب أن يؤمن لأبنائه أمر مستقبلهم وأما أنت فلا مستقبل لك لا مستقبل لك ولا نجات لك ولا فلاح لك إلا برضى أبوي عن أن يرضى الأبوي عن الولد أن البن رضى الله في رضى الأبوي وسخط الله في سخط الأبوي كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير وينبغي على كل مسلم على كل مسلم وإن كنت من كنت ولو أنت وزير لو كنت وزير ووالدك وأم ووالدك غفير تجلس بينه وأنت الغفير تخاطبه تخاطبه مخاطبة العزيز وأنت الزليل تحن عليه تبره تلتمس رضاه لأنك إن فعلت ذلك تسير في طريق الجملة تسير في رضى الله وإن لم تفعل ذلك فأنت تسير في الطريق غضب ربك تبارك وتعالى عليك تستجلب غضب ربك تبارك وتعالى عليك إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا ببر الأبوي وأمرنا الله بالإحسان للأبوي ولو كان كافرين لو كان كافرين نأخذ الاتصال الهاتفي يا ربنا يفرحك يا رب نفس الوقت أنا أكيد الحلقة اليوم عن الأمر وكثير شيقني عن اختيار الموضوع اليوم وكثير بسم الله ما شاء الله ربنا يفرحك نفس إنه تعود الحلقة يعني تعود الحلقة لو بالليل ساعة 4 ساعة 5 طيب حاضرة هي بتعاد بتعاد بعد الرابعة فجرا شكرا 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 سيد النوري إن شاء الله تعاد بعد الساعة 4 فجرا نعود إلى حديثنا وأمرنا من ربنا تبارك وتعالى عن البر بالأبوي والإحسان للأبوي ولو كانا كافرين الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالإحسان إلى الأبوي ولو كانا كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا الأمر بالمصاحبة للأبوين إن أمراك من دنياك فاخرج لهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طلب مالك فأعطه لهما لا تقل لهما أف كما أمرك ربك تبارك وتعالى لا تتجزع بل ذرك لأبويك أن تأتي ما تأتي أن تأتي ما تأتي وتفعل ما تفعل عن طيب خاطر منك وأنت تسعد بما تقدمه وأنت تسعد بما تفعله بما تقدمه لأبويك لأنه رض ربك تبارك وتعالى ثم يأتينا الأمر والتركيز على الأم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك قطى الله تبارك وتعالى بالأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة لأن الأم قد لا يكون لها إلا أنت أمك قد لا يكون لها معين في الدنيا قد لا يكون لها قريب محب إلا أنت وأما الأب فقد يتزوج بثانية وسالسة يخرج إلى هنا وهناك فالأب قد يكون له هذا وذاك وأما الأم فليس لها إلا أنت فلذلك ركز عليها النبي وركز عليها ربنا فيما يأتي معنا اتصال هاتفي أم مصطفى السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلامة الله وبركاته أفضلي الحكم في الأدن الأم وصلح سبعين سنة والأب سبعين سنة والأب يتمح الحماة وسمح المرات وخالكم وحبهم بالذات طيب بقولك يا أم مصطفى يا أم مصطفى هسا زينك توطي التلفزيون ووضحي لي صوتك شوية عشان أجاوبك صح إن كنت أعلم الإجابة أفضلي يعني الإبن أصغر أولادي ابنك أصغر أولادي سمح الحماة سمح الحماة إنه هلوني أحقنا ما تشبها داخل أنا عندي واحدة سسين سنة وأبوه داخل على السبعين الحكم إيه ليه؟ والغاية دلوقتي ما جاءش استهتمحها ولا استهتمح أبوه ولا أخذ حد فدلها معلش الحكم إيه في كده ماشي يا أم مصطفى نسأل الله أن يهدي لك إبنك إن شاء الله تبارك وتعالى حاضر أبو مصطفى أجيب حضرتك فضلي مشكلة مشكلة كبيرة جدا وهي عقوق الأبناء للآباء والأمهات بعد الزواج في الزواج دائما يحدث إلا من رحمه الصدام بين الأم وبين ولدها وامرأة ولدها يحدث الصدام وكل من حدث له هذا الصدام كل من حدث له الصدام قد يقول الولد إن امرأتي على الصواب وأمي على الخطأ قد يقول الولد والله إمرأتي تتق الله وما صنعت إلا خير قد يقول الولد إن أمي تكذب على امرأتي قد يكون وغالبا ما يكون هذا وأما أنا فأقول له اتق الله في أمك واتق الله في أبيك وأما أنت وأما أنت أيتها المرأة هنخرج فاصل من أجل الآزان ونعود إليكم مرة ثانية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الخلق أجمعين نعود إلى سؤال أختنا أم مصطفى ونوجه رسالة إلى ولدها العاق الذي تسبب ما تسبب في أذية أمه نقول له أمك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر آمين 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 قالوا يا رسول الله قلت آمين مع الدرجة الأولى والثانية والثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عنده الكبر فلم يدخله الجمنة قل آمين فقلت آمين داء جبريل الأمين جبريل إلى الأمين محمد فدعا جبريل وأمن الأمين محمد وقل لي بالله عليه يا من طعق والديك إذا كان الذي يدعو هو أمين السماء جبريل وإذا الذي كان يؤمن على الدعاء أمين الأرض محمد فماذا تنتظر هل يرد الله هذه الدعوة لقد دعا جبريل وأمن محمد رغم أنفه أصابك الذل أصابك الصغار لحقك الشقوة لحقك الشقاء لن تجد للسعادة طعما في حياتك إذا بلغ عندك أبويك أحدهما أو كلاهما الكبر ولم يكون سببا في دخولك الجنة الأب بلغ السبعين والأم تجاوزت الستين فماذا نصنع أمرأة الولد أقول لها هل أنت الذي حملتيه هل أنت التي أرضعتيه هل أنت التي ربيتيه حتى صار رجلا وبعدما صار رجل يسبوا أو يأذي أمه أو أبوه هذا لا يجوز في أمتنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل نحن أمة رحيمة إذا ما كبر الأبوين كان لهم الرحمة بل ندعو لهما بأمر الله جل قدرته وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا لا أن نسب الأبوين لا أن نأذي الأبوين وإنما نتوسل إليهما ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لهما وبالرحمة عليهما وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته